عاصمة مرحبا بكم عبودة العرفاوي الدليل سياحي في غبات عين دراب عندي تاوى بلاسك 15 سنة في الميدانة داية مستوى سبعة ثانوي اعملت كولة اليار وبعضي كمشيت للجداج انتع لي راندوني بي ديسر هون بلان فوري كمبينج وتاوى بحكم انه عين درهم فيها مخزون غابي كبير برشا اه اه حبيت انكتشف يعني المخزونة داي من خلال استقطاب اكثر عدد ممكن منه سياح في غبات الشمال الغربي عين درهم وعرفت عين درهم خلال السنوات الأخيرة توافد عدد كبير من الزوار سوى الأجانب وآل التونسيين للتمتع بثرواتها الغبية والمياه الموجودة والسدود والأنعار والشلالات الموجودة في عروس الشمال الغربي عين درهم وهذا كعليش قطب سياحي إيكولوجي أنا نقول العالمي بشهادة الأجانب اللي يزوروا عين درهم طبعا بش يعملوا لي كومبينغ نتاحهم بش يعملوا لي رندونية بش يأكل الأكلة التقليدية اللي متوفرة في غبات عين درهم بش يعملوا برشة حاجات وديز اكتيفتي تاع السياحة البديلة اللي اخذت رواج كبير هذا كعليش قاعدين نبذوا في مجهود من أجل التعريف بالمنطقة ديه وسوى الداخليين وخارجين وخاصة طبعا الزوار من الأشقال الليبيين والجزائريين يتوافدوا بسيفة كبيرة على مدينة عين درهم وصفات توا ان شاء الله بعد المعاناة مع الوباء الكورونا ان شاء الله رب يرفع علينا نستنى في لفتة كريمة من الدولة التونسية خاطر جاعدين نبدلوا بمجهود وحدنا فما حتى واحد يكون عاوننا لا دولة ولا مسؤولين ولا صلاة جاوية جاعدين بطريقتنا التقليدية جاعدين نحاولوا بش نخدموا نسترسخوا ونحب نلفت نظر المسؤولين في تونس وفي أعلى مستوى بش يخزروننا على خاطر المنطقة ديه فيها بوتانسيال كبير ياسر خاصة في السنوات القادمة وان شاء الله يا ربي نقعدوا الهناء على بلاصتنا ما نخرجوش من عين درهم ونطوروها ولما لا عين درهم تولي كيما سويسرا ولا خير من سويسرا ومرسي بوكول الناس الكل مع أحلى تحيات الدليل السياحي عبودة شكرا